أهلا وسهلا بحضرتك أهلا وسهلا بكل من يتابع معنا تلك النصائح المهمة نصائح دي موجهة للرأي العام وموجهة للمجتمع ككل نصائح دي ما ينفعش تقف عند حضرتك وانت بتابع المفروض تتنقل كثير من الصفحات التي تنقل كل ما هو سلبي وتنقل كل ما هو مصيب للإنسان إما بتشوه نفسي أو بحالة من القلق والتوتر هؤلاء يجب أن يكون لهم دور نقل الحقيقة مهم ونقل الأخبار الحقيقية وليست الأخبار المغلوطة مهم ولكن الأهم كيف نساهم وقت الأزمات وقت النكبات وقت المشاكل والجوائح في أن ننقل الإنسان من حالة اليأس إلى حالة الرجاء وإلى حالة الأمل يقولون في الحكم والأمثال لا تدع قطار حياتك يتوقف كثيرا عند محطة اليأس واحتفظ دائما وأبدا بتذكرة الأمل اليأس الذي يصدره البعض أحيانا من محاولة شعور الرأي العام بحالة من حالات الضيق أو اللامبلاة أو السلبية أو الإحباط الهدف أن المجتمع يبقى مجتمع متناغم لديه واعي يدرك الحقيقة يعرف أن ما يحدث حوله قد يكون جزء من الصورة وليست الصورة بالكامل يدرك حقيقة الواضع وهنا أتحدث عن جائحة كورونا وتبعاتها والحديث اليوم على أنه عدد الإصابات تجاوز الألف ألف حاجة سبعة وعشرين أو مية كذا وعشرين مهم يعني أنه تخطى الألف بعدما كان بنتكلم عن خمسمية ثم سبعمية وطوال شهر رمضان لم يصل إلى الألف ما السر وراء ارتفاع عدد الحالات؟ هل هو مبادرة الناس اللي بتصاب بتسجيل الحالات أم لا؟ هل الحالات زيادة أم لا؟ هذا الأمر لا يخص الأطباء ويخص القائمين على الشأن الطبي اللي يخصني الآن هو أن احنا نتحدث عن كيف نغرس الأمل في ظل واقع فرض علينا وأصبح قائم وموجود في العالم كله وليس في مصر وحدها السويد عدد سكان ربما لا يصل إلى عشر مليون قد يكون أقل قد يكون مساوي لهذا الرقم ولكن طوال الجائحة في غياب الحزر أربع ألاف متوفة إضافة إلى ألاف الإصابات أربعة ألاف قياسا على عشر مليون أو أقل لا أعرف بالضبط الرقم الحقيقي للتعداد السكاني ولكن ممكن يكون من تمانية مليون لعشر مليون ولكن خلال الفترة اللي فاتت أربعة ألاف وفاة لأنهم لم يطبقوا حظر أصلاً والمجتمع عايش حياته بشكل طبيعي هل يعني ذلك أن نستسلم للواقع اللي احنا فيه؟ مننا ناخد بالأسباب ناخد بالأسباب فلا نعاند ولا نكابر وإنما نصنع الأمل طلاب اللي دخلين على سنوية عامة والطلاب اللي يستعدوا للشهادات النهائية يجب على متخذ القرار في ضوء قراءة الواقع النفسي وأقول وأكرر قراءة الواقع النفسي لأولياء الأمور وللطلاب إما أن يكون لديك برنامج موجه لهؤلاء لأنه ورايح يمتحنوا في باله أنه سيعود حامل للفيروس كيف نهيئ بيئة نفسية وبيئة إيجابية داخل الأسرة تدفع إلى إزالة تلك الروح من اليأس يقولون الإصراف في اليأس ضعف والإصراف في الأمل غرور أن أنت لا تسرف في الأمل أكثر من اللازم وتقول أنا وأخذ احتياطاتي وأخذ كذا في حين أن قراءة الواقع تؤشر إلى كارثة أو تؤشر إلى مشاكل كثيرة يجب أن يطمئن الرأي العام إلى واقع ما هو موجود حتى نساهم في صناعة الأمل ومنع هذه الحالة التي سيطرت على الناس نتحدث في علم النفس عن قلق الاختبار ونقول أنه إيجابي أما إذا تحول الألأ من الاختبار إلى خوف وخوف مرضي لدى أولياء الأمور ولدى الأبناء فهنا عن ماذا نتحدث عن ماذا نتحدث تكلم عن كليات الطب وكليات الهندسة والرغبة في أن يلتحق لا قيمة لتلك الكليات ولا لهذا الواقع أبدا في ظل حالة إحباط يصبها المجتمع وناس أعدى ليل نهار فتح الموبايلات وبالتابع فوبيا القلق والتوتر نتيجة انتشار الإصابات ونتيجة الصفحات المليئة بعدد الوفيات يوميا أي مكان ولهذا أحباء الكرام يقولون في الأمثال يمجم اليأس عن الخوف والثقة عن الرجاء والكسل واليأس من مفاتيح الزل والضياع واليأس طريق سهل يسلكه العاجزون واليأس لا يليق أبدا بكبار النفوس ومن ملكه اليأس قتله للأسف الشديد قتله الأسف من ملكه اليأس قتله الأسف وأكبر الفتنة قاتل الأمل لا نريد أن نقتل الأمل في المجتمع نريد أن نزيح هذا اليأس ولكن بشكل علمي ومن نتحكش عن الناس يبقى فيه مصرحة وفيه مقاربة ولكن بالمقابل لا يجب أن تكون صفحات التواصل ومجموعات التواصل والصفحات والجروبات الموجودة دائما تزيع فلان مات بكرونا فلان عمل طب يا سيدي زيع انقل هذه الرسالة الإيجابية المجتمع لعل الناس تستبشر بالخير فاليأس من انتحار القلب هكذا وأكبر خطأ نرتكبه في واقعنا أن نمارس اليأس واليأس جبن واليأس لا يؤدي بصاحبه إلا طريق مزدود علاج اليأس أحباء الكرام تعميق الانتماء وتعميق الإيمان بالله وبالقضاء والقدر ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك وفي النهاية قضية الموت دا بقدر الله وسبحانه وتعالى هو الذي يعلم وما تدري نفسه ماذا تكسب غدا وما تدري نفسه بأي أرض تموت إن الله عليم الخبير اليقين بالقدرة على أن نغير أنفسنا إلى الأفضل مش معنى أن وصلنا لهذه الدرجة من الإصابات إن إحنا عملين بقى خلاص المجتمع بيتآكل وبيتهاوى يجب أن يكون هناك إدارة الأزمة وإدارة الكوارث بشكل علمي ويعطى العيش لخبازه كما يقولون هذا أمر مهم والحديث عن اليقين بأن الاستسلام لحالة اليأس لن يجني صاحبها ولا مجتمعيا إلا مزيد من الفشل والتعب والمرض وأن البديل هو السعي والجد ووضع الأمل دائما في النفوس ولهذا الواقع يؤشر إلى أنه فإن مع العسر يسرى يا رب اجعلنا رغم ضيق الحياة لك شاكرين ذاكرين راضين لك يا رب العالمين ولهذا أحباء الكرام ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون البني آدم لا يجب أن يقنط أبدا ولا تقنطوا من رحمة الله وما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فيعني اليأس لا يجب أن يطرق الباب بل يجب أن نبحث عن سبل الخروج من اليأس والبحث عن ذلك يأتي بالعمل الجماعي ويأتي بطلاق الأفكار ويأتي بأن نتواصى بالحق ونتواصى بالصبر ونتواصى بكل ما هو إيجابي هذه كلها قيم مهمة يجب أن تكون موجودة فشعارنا لا لليأس حتى وإن ضاقت واستحكمت وظننت أنها لن تفرق إن شاء الله تفرق إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يحفظنا ويحفظ الأمة ويحفظ العالم وستزول تلك الجائحة وستبقى الدروس المستفادة ماذا قدمنا وماذا فعلنا وما كان دورك ودوري ودور حضرتك عند الأزمة وعند الكارثة ماذا قدمنا وماذا فعلنا وأهم شيء أن نتناقل تلك الرسالة الإيجابية فيما بيننا حتى نجبر هؤلاء الذين يديروا صفحات تسير الريبة وتسير الإحباط أن نفرض عليهم ما نصنع نحن وليس ما يصنعوه أو ما يصنع لهم ليصدروه إلينا نسأل الله السلامة في أمان الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته